السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring اليوم يا أخوانا راح نتكلم عن موضوع التلفيل طبعاً ألعاب السولز تختلف مثل ما قلنا لها نكتها الخاصة في جميع نواحي من أنماط الملت البلاير في شغلات كثيرة يعني ما ودي طول مقطع المهم فملخص الموضوع أن التلفيل هنا بعد يختلف كثير عن الألعاب الثانية لأن طريقة التلفيل هي أنك تطور رسات حقك وكيف تطور رسات حقك لازم أنك تكسب شيء اسمه الرونز فالرونز هذا زي العملة من خلالها تقدر أنك تمسك أي ستات وتطورة إذا قتلت مثلاً أنمي تحصل على هذا الرون ومجرد ما أنك تجمع الرونز هذا تروح عند أي كام فاير أو نسيت اسمه اللي هو توقع اسمه صح فتروح المهم تلفل هناك أو تستخدم هذا الرونز في تطوير الستات ومعلومة مهمة لازم أنك تكون عارفها إذا كنت جديد على لعاب السولز إن إذا مت راح تخسر هذا الرونز لكن في طريقة لكن إذا رسبنت يعني ورحت لنفس المكان راح تقدر تجمع الرونز فأنتبه لهذا شيء فأحرص دائماً أنك قبل أن تقابل أي بوس أنك تروح أتضبط وضعك يطور الستات وتستخدم الرونز قدر المكان خلصنا من موضوع التلفيل الحين يجي الموضوع الفارم راح أرويكم هذا المكان إخوان طبعاً هو مش المكان الوحيد ولكن على حد علمي هذا هو المكان اللي موجود حالياً ويمديك تفرم فيه وفي طريقة حلوة فالمكان هذا إخوان فوق مثل ما تشوفون على اليسار تروح هذا المكان طبعاً في وجهك بتحصل قلعة عند القلعة هذا فيه بوس طبعاً أنت كبداية في اللعبة يعني ما نصحك أنك تهيط ابعد منه وفيه طريق ثاني الطريق بتشوفها النفس ما تشوفها في الفيديو رمادي راح يوصلك إلى هذا المكان فهذا هو يا أخوان أحد أفضل لماكن اللي يمديك تلوت فيها لأن كل اللي عليك تسويه يا أخوان أنك تجلس تفرفر بالحصان حرفياً يعني ما تحتاج سلاح ولا تحتاج أنه يكون لفلك عالي لفلك معين عشان توصل إلى هذا المكان أنت حرفياً ما راح تقاتل في هذا المكان كل اللي عليك تسويه أنك تجلس تفرفر لأن هذا الأشباح راح يرسبنون ويقاتلون الجنود اللي موجودين أنت وضعك متفرج كل اللي عليك أنك تحاول تتجنب الضربات وأنك تزبن كذا وراء شجرة ولا وراء صخرة ووف تجلس تناظر حرفياً تجلس تناظر جب لك سناك كذا وجلس تقطق بس وليه ما تجمع الرونز مثل ما تشوفون هذا هو تحت عليمين يزيد فبتجمع بهذه الطريقة تقريباً حول الألفين إذا مش أكثر ألفين الرونز طبعاً أول ما توصل إلى هذا المكان لا تنسى أنك تسوي الرست هنا وتأخذ لك راحة هنا بحيث أنك لو انجلت أو شي يمديك ترجع ومنها حتى بعد ما تجمع النقاط يمديك تطور بستات حقك وبعد ما ترتاح تأخذ حصانك وتنطلق يطلع عمر تفرفر طبعاً عشان أشباح هذا لينزلون كله عليك تسويه أن تروح عنده يعني تقدم آخر شي لينما هذا الوحش الكبير مدلوش اسمه هذا البوس تقريباً طبعاً راح يجلدك لا تحاول لا تحاول راح تنجلد بس كله عليك أنك تقرب منه بحيث أنه يرصبن وتبعد بعيد ويبدأ الفايت بتشوفهم يتجالدون بينهم البين ونتتفرج إذا ما ودك أنك تروح اف كي وتدرس تتابع لك شي ولا تأكل لك سناك ممكن ممكن يعني إذا حاب أنك تدخل في الفايت كذا وتجلد وتسرع من عملية الفارمينج لا تدخل يا عزيزي بس يعني الله الله انتبه خصوص أنك سويت ريست يعني تأكد منك خدت ريست هناك عشان ترسبن قريب من منطقة وإذا مرة تحمزت يعني ودك تجرب حظك كذا وليفلك شوي عالي ودك دقت البوس بتحصل طبعاً وونس كبير منه وبتوفيق يا صاحبي أتمنى أن المقطع نالي لأجابكم لا تنسوا اللايك والكومنت اشتركوا وفعلوا الجرس عشان تنبيهات المقاطع الجاي توصلكم شوكم إن شاء الله على خير في المقاطع الجاي السلام عليكم